على مساحة تغطي أجزاء واسعة من البلاد يجري الجيش الإيراني مناورات درع الولاية هي تدريبات يزج الجيش فيها جميع أنواع أنظمة الحرب الإلكترونية الثابتة والمتحركة والأرضية والجوية فلتبدأ مناورات الحرب الإلكترونية درع المدافعين عن الولاية التدريبات هذه تحاكي سيناريوهات هجوم مركبين على إيران لذي يتطلب الأمر تنسيقا عاليا بين الوحدات ومراكز التنسيق تشارك في هذه المناورات قوات الدفاع الجوي والقوات البرية والقوات البحرية لدينا طائرات حربية وأخرى مسيرة وأجهزة حرب سيبرانية في المناورات يقول المسؤولون الإيرانيون إن الهدف الأساسي من المناورات هو رفع الجاهزية لدى الوحدات القتالية وكشف مكامل القوة والضعف فيها إضافة إلى اختبار فعالية الأنظمة الرادارية الحديثة بعد كشفه عن أحدث وأقوى طائرة مسيرة لديه ها هو جيش الإيراني يعزز قوته السيبرانية الدفاعية قوة يقول إنه وصل فيها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتية مالك عابدة طهران الميادين